لا يزال الغموض يلف موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني للناشئين الذي كان من المقرر انطلاقه في محافظة أبيان السبت الماضي استعدادا لخوض غمار بطولة غرب آسيا التي تقام في الأردن منتصف أغسطس المقبل ونهائية كأس آسيا للفئة تحت السابعة عشر في فيتنام خلال شهر أكتوبر ويواجه مدرب المنتخب الكابتن سامر فضل جملة من التحديات والصعوبات التي تهدد مسيرة المنتخب في هذه الاستحقاقات المهمة على رأسها تأخر انطلاق المعسكر الأمر الذي يعوق عملية الإعداد والتجهيز بالشكل المطلوب وما زاد من قلق الشارع الرياضي اليمني هو تسريب تشكيلة المنتخب على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما نفاه الجهاز الفني للمنتخب جملة وتفصيلة كما تشكل معضلة التسنين والفحوص الطبية التي من المقرر أن يخضع لها اللاعبون تحديا آخر حيث يخشان تطيح بجزء كبير من التشكيلة الأساسية في حال ثبوت عدم استيفائهم للشروط ضغوط كبيرة أخرى يواجهها المنتخب الناشئ من قبل الجماهير اليمنية التي تعلق آمالا عريضة على تكرار إنجاز بطولة غرب آسيا التي حققها الأحمر الصغير في النسخة الأخيرة إضافة لمطالب التأهل إلى انهائيات كأس آسيا المقبلة وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك بصيص أمل يمكن التمسك به حيث من المتوقع انطلاق معسكر المنتخب الأسبوع المقبل في لودر بمحافظة أبيان ويفكر أن قرعة التصفيات أوقعت منتخب الناشئين في مجموعة سهلة نسبيا مما يعزز من فرص التأهل إلى نهائيات كأس آسيا ويبقى على الاتحاد اليمني لكرة القدم والمسؤولين عن الرياضة في البلاد بذلوا المزيد من الجهود لدعم منتخب الناشئين وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحه في هذه الاستحقاقات المهمة وتحقيق طموحات الجماهير اليمنية العريضة ترجمة نانسي قنقر